رجعنا لكم معايا ضيف جديد رصديق واشتغل معايا وانا بحبه نص مصري ونص جزائري معايا بستاذ احمد صالح او حموسة كما اتعارف عليه الوسط الفن اهلا بحاجة دكتور ميزيزي على الصوات السبيل مناور الدوني يا رب مش عاركة واحد واحد لما بس امس تاني طي بيقولوا مع ان مفروض ان البلجيكة هي الحسام لسود وبيقولوا انها اقوى فرقة في اللي عرب على الجزائرين عندما انهم فرقة انا شفتها في كذا متش في اللي هي الودييات دي فرقة كويسة جدا يا رب عندي بس فريق عربي شرفنا ايه لا ان شاء الله هيشرفونه لو طلع واحد واحد حتى تبقى رفيد يحيل يا جماعة النبي عرفونا كده النتيجة وبلغونا اول باول لو سمحتوا يعني عشان نتابعكم عشان نفرح منور يا سيد احمد احمد عمل حرب اطاليا وعمل الديلر وعمل طبعا مسلسل بتاع كنس لحظات حرجة لحظات حرجة والعملية ميس ايه اللي دخلك في العملية ميسها والله مناولشي صديق عزيز جدا وكن متكلم في الفكرة الاول حتى قبل انا بقى معايا ان نخارجها فعجبتني جدا هو من الاول فكر استعيني باتنين مخرجين من الاول عشان نلحق وابقى اللود يعني نتقسم علينا ما نضغطش لدغطة رمضان عدال وانتو بتاديتوا من انوكو اتنين مخرجين من الاول خالص من الاول خالص يعني كانت دي الفكرة غير بقى المسلسلات العدية دلوقتي اللي هي بيجي استعينه بيونة تانية او تالتة في الاواخر عشان يلبموا الحكاية فدي برضو كان لها رؤية لطيفة ان من الاول انت فيه اتنين مخرجين شيئين العمل فبتسهل شوية بتسهل بس مش ببقى فيه احمد من وجهة نظرك انت مثلا لك طريقة بتوجيه الممثل اا الاداء اللي مش عارب يعني لك وجهة نظر في البناء المشهد نفسه طبعا ما ده اتفاقنا هي من الاول وقدامنا قربة لقد ما نقدر الاختلافات دي ونقول الموضوع اصلا مش صعب قوي لانه في كوميدي هو صعب في الدراما عادية في الدراما عادية هي بقى اصعب طبعا بس احنا اول اسبوع تقريبا كنا شغالين مع بعض نفس السادة عشان نظبط اداء الممثلين عن قد ما نقدر ونوصل لفورمولا انها هنمشي نفس التراك يعني اه وعرفتوا تعملوا ده الحمد لله لحد كبير يعني ان شاء الله نشوف بس الواحد لا لما انتوا بتحسوا انه يعني انتوا بتحسوا انه المية واحدة الحمد لله مش كده الحمد لله لان نسبة كبيرة يعني نسبة كبيرة طب بما انش تغلت معاك يعني معدلات التصوير كتعمل ايه مشاهد بقى 25 مشهد في اليوم بسم الله ما شاء الله لا اصلا انا كمان عارف انهم ما بيتكروتش يعني انا بعمل حاجات بي انا بعمل حاجات كويسة ولا هو يمكن ان المساحل كمان ان نوع العمل كوميدي فالكوميدي مفيهوش تقطيعات كتير مفيهوش اه 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 مفيهوش حتى الخواجات بتشايف بري سيمبل اه 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 مفيش كرينات مفيش كرينات مفيش كلوسات اب يعني مفيش بتايز انتاخد مشهد عشرين شط لك اه سيمبل جدا ان الروح هي المهمة والكوميدي هو المهمة طب انا هسألك سؤال هما دهما بيقولوه وسؤال بقى تقليدي بس انا هسأله لك الهال الاخراج والدراما الكوميديا اصعب من الدراما التقليدية اللي هي فيها عياط وبوكة وانواح وكده اه طبعا طبعا سهل جدا انك تبكي حد يعني دوت انك تضحك الناس بجد من غير بتزيل خاصة الشعب المصري بالزبط اه يعني شعب فقري مالوش حل شعب مالوش حل يعني يعني اه اتبارت علاج على تويتر تقطع اي حد لا فكان مبزان دهب زي ما بيقولو يعني ايش اوفر والموضوع فعلا الكلام نطيف جدا والحوار كان اصلا مساعد والحركة اللي فيه فده كان مساعد جدا وحمد الله يا رب نبسط الناس بشكل محترم يعني انا يعني انا سعيد ان فيه اجيال جديدة مش انت طبعا مش بتكلم عليك بس اقومة في الكتابة لا 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 يعني انا جبنا هنا هيبة رجل الغراب او 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 امي امي سمير غانا لا والابطال بتوعها واللي كاتبين وبتاعها في نفس جديد فيست جديد اه مش كده وروح له اه 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 فيه نفس بشاير الثورة بشاير الاحد الجديد ان شاء الله على فكرة اذا كلام قلتوا اول ما الصورة قلتوا لهم الصورة هتنتج فنانين جداد ومخرجين جداد وابطال جداد ايه رك يا عمر؟ ولا انت ملكش في الصورة لا انا شفت الحلقة بتاعت لها لا شفت الحلقة بتاعتها اللي كنت كمان مستديف فيها امي؟ لا مش امي مؤلفين مسلسل السيدة الاولى اه وفي فا قطاط وفي فا قطاط اما مصطفى سقر ان هو مؤلف اه اسبوع اللي فات اه لا انا شايف ان لا فيه طبعا اه يعني فنانين جداد عموما يعني في كل المجالات الفكرة مصر طول عمرها يعني حتى لا بس لا مش كنتوا طول عمرها لا برضو يعني قبل الثورة كان فيه اه لا يعني حصل نوع من انواع يعني طغيان جيل يعني فيه جيل ضعف النص ما بين جيل عادل امام طبعا وجيل محمد ينيدي فيه مش جيل واحد مصدور كزا جيل عنده وقعوا يعني اللي امه في التسعينات اه بالزبط وكلام بقى للمنتجين لا لا مش موضوع فكرة منتجين الفكرة ان انت يعني هو ما بفيش دور ان هو يطلع منه فيبان في حد يختاره فيشتغل وفيه هي موضوع كبير يعني توزيع ومين بيبيعوا ده موضوع بقصة كبيرة انت انت باسألك بعيدا بقى عن العملية ميسي انت نزلت في الثورة اه انت نزلت نزلت اه اه ايه رأيك في الكوميديا اللي كانت في مدان التحرير الحاجات المرعبة بتاعته ده لا ما هو ما هو كلمة شعب فقري دي حقيقي اه يعني انا اظن ان دي اصعب حاجة ان انك تضحك المصريين بتحكوا في اي وقت اه في وسط الحزن بفيه ده يعني في العزم العزم بتبقى بتحك اصلا دي من ضمن كمان الحاجات دي الكوميكس دي مكتش موجودة في مصر يعني حاجات اللي على فيسبوك دلوقتي دي من بعد الثورة اه من الجيل مرشاهد من افلام يركبها على كلام سياسي دي حاجات موجودة متضحك اه لا ده يعطول الوقت اه ده بعمله حاجات غريبة الولاد فيسبوك حاجة يعني ده جيل جديدید يا رامب اللي هو الامل الجديد والالروح الجديدى ان شاء الله يا رامب اللو اه جيل امي مش کده اه جيل امي ده عندك بنات رابع امي عندك بنات ا beloى هاني تلاف سوبيات بسم الله الم شاء الله يوسف خمس سنين وسالم وساري توقم 8 شهور بسم الله يا الم شاء الله اظن ويوسف ده معذبك ده الروح الروح لا بكن اظن ده بتشتغل بقى على اللابتوب اه ايباد وكده بكن مش يعني بعبت طفال مس segregation جدا. ربنا خليوليك. اه. لحب لله. حتفرج عليك بقى وشوف ماما هي العملية مسي ومخابراتها. ماما بيقول لي ماما بيقول لي ماما وي مانكي. مع ان المفترض انه يحب المانكي يعني مش كلا. لا ما بيحب الحيواناته. اه. بس هو نتا مش فاهم. فبقوله ده مانكي يا يوسف ده بجد ولا لا بيقول لي لا ده واحد ده بس منكي. اه ده فاهم. اه. اه. ده ما حدش بيدحك عليها. انا لما قابلته افتكرته ارد بجد. وهو التكبير قلت أنت بس يا عمر دي حلق خاصة وماضي معامو متدفق وكده راح لقيت وانا قلت ايه الارجل اللي جاي اقول لي يا احمد ما نفسكش تعمل سينما انا همو تعمل سينما خلاص يعني بجد انا بس اقل السؤال وانا عارف الاجابة بس يعني تحلم تعمل ايه والله يا دكتور انا نفسي اعمل حاجة كوزموبولتين ايجيبت اللي هي مصر الكوزموبولتينية اللي هي اختراط الاديان والحضارات ده كلوقت ده بالنسبة لي مهم وفكر فيه بقالي فترة لان كنا عزملي وكنا متقبلين الاخر يعني احنا لما نعزلنا وبقينا سوريين شوية حتى في وسطنا ده ادى للي احنا وصلناوله ده الانفتاح والتطرف وكل ده فده حلم حياتي ان انا اعمل حاجة نقول يا جماعة احنا ممكن نعمل كده تانية نتعايش مع بعض اديان حضارات ده الميكس ده بيعمل ثقافاته بيخلي دول تقوم يعني قبل ما نطلع بريك عشان نستقبل اميرة الفنانة اميرة اللي بتمثل معاكو قل اسم الرواية اللي نفسك تعملها فيه نفسي اعمل رواية الرجل دول بدلة شارك سكين البيضاء دي كان حلم حياتي من الدكتور من اول ما عارتها واكلم في الدكتور عليها من كام سنة من قبل الثورة تقريبا كمان يعني ربنا هحلقنا ان شاء الله نطلع بريك ونستقبل اميرة الممثلة الجميلة معانا في العملية مسي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة